مساء الخير النهاردة معنا فيديو جديد وهنعمل البسبوسة بطريقة حلوة خالص وسهلة جدا وكمان نجحة جدا بس لو مشينا على المقادير بالزبط والطريقة بالزبط بصوا ازاي البسبوسة اهي شربة كل الشربات بتاعها لو شربت كل الشربات اللي حطنا هولها يبقى كده هي نجحة ومش وحشة لكن لو نشفت ومشربتش الشربات بتاعها تبقى كده بازت نمشي كده على المقادير اول حاجة هنا معنا المقادير دول كبايتين دي سميد اللي هو سادة معلهوش اي اضافات نص كباية سمنة سايحة نص كباية لبن ونص كباية سكر وهنا معايا اتمان معلقة كبيرة جوز هند اللي مش حابب يحطهم مش مشكلة ونص معلقة صغيرة بيكينج باودر حطقت كده المكونات الجافة دي ما بعضها اللي مش حابب يحط جوز هند يحط نص معلقة بيكينج باودر على الكبايتين دي سميد من نفس الكبايات اللي انا معايرة بيها السمنة واللبن والسكر نفس الكبايتين دول بالزبط نفس الكباية معايرة بيها لكل حاجة انا هنا في حل على النار او فطاسة هنحط نص كباية السمنة ونص كباية اللبن ونص كباية السكر ومعانا كمان هاخد معلقة من العسل الابيض او عسل الجولوكوز اللي احنا عملناه قبل كده هاخد معلقة كبيرة وحطها على المقادير اللي انا حطاها دي وهروح ارفعهم على النار يدوب انا مش عايزهم يسخنوا مش عايزهم يغلوا يدوب السكر يدوب والعسل يدوب وخلاص اتأكد ان هما دافين لو سخنوا مني اسناهم لحد ما يدفوا يبقوا دافين خالص كده علشان اقدر احطهم على دقيق البسبوسة منفعش احطهم سخنين حطيت كده السمنة واللبن والسكر ومعلاقة العسل بعد ما دابوا ودافين حطهم كده على دقيق البسبوسة وما اقلبش يعني مش هقلب كده كاني بقلب كيكة عادية او لا ما ينفعش هنقلب كده بالراحة خالص مش عايزيني ديل بسبوسة هينعم عايزيني يبقى زي الرملة كده لو نعم يبقى خلاص هو كده هدخل الفرن هتنشف فانا بقلب ازاي بالراحة خالص اهو يدوب بس المقادير كده تتخلط كده ببعضها وخلاص بس كده انا مش اقلب تاني سبتها كده على جنب اجيب صنية مدهونة دهنها كده سامنا واحط الخليط ده فيها وهساوي البسبوسة دي كده في الصنية علشان ما يبقاش فيها جنب عالي وجنب واطي سويها كده كويس وبعد كده انا بعد ما ساوتها ادي خطتين كده على الرخامة واسيبها دقيقتين او ثلاث دقيق كده من بره وبعدين هدخلها الفرن دخل الفرن لحد ما تاخد لون على حواف الصنية كده على جنب هدخد لون اول ما تاخد اللون ده انو نلاقيها حمارة كده على الجناب ما نستنقاش الحمار من روش ممكن تتحرق لانو روح فاتحين الشواية ودي شكلها كده بعد ما خرج من الفرن والشربات لازم يكون بيغلي لو برد الشربات اللي احنا عاملينه شربات طبعا خفيف كباية ونص سكر وكباية ونص مية وعصرة لمونة يا دو بيغلوا كده وخلاص اطفي عليهم عايزينه يكون خفيف ويكون بيغلي كده لو برد مننا الشربات واللي كانت الصينية لسه ما جهزتش اول ما تجاز الصينية البسبوس هنخرجها من الفرن نولع النار على الشربات علشان يغلي تاني بصو ازاي شربت كل الشربات لو انا حقبط لها تاني هتشرب برضو تاني بس انا كفاية كده علشان ما تبقاش مسكرة بزياد ودي كانت طريقة البسبوسة معانا نجحة جدا ومن اول مرة لو جربتوها بنفس المقادير اللي انا عملها بنفس الطريقة هتطلع كويسة جدا وهتطلع زي اللي انا عملها دي كده بالزبط او لما نحط صبعنا كده شايفين بتنزل ازاي ده ده لين هي نجحة وطرية جدا انا هنا هقطعها بس هي لسه ما بيردتش كويس على فكرة رشت كده رشت جوز هند على الوش اللي حابب يعملها طبعا بمكسرات قبل ما تدخل الفرن نحط مكسرات لو عايزين نحط فول سوداني من فوق قبل ما نحطها في الفرن قبل ما ندخلها الفرن نحط اللي احنا عايزين نحط مكسرات اللي احنا عايزينها بس انا هنا عملتها سادة بس انا رشيت رشت جوز الهند دي بعد محطت الشربات عليها بس ازاي طريقة جدا اهي لانها لسه لسه سخنة لسه ما بردتش كويس هوريكو شكلها دلوقتي هي سخنة وهوريكو شكلها بعد ما حطتها كمان في التلاجة مش هتبقى نشفة برضو هتبقى طرية برضو حلوة ده شكلها اهو وهي لسه ما بردتش وده شكلها اهو لما استنيت عليها تبرد شوية وحطتها كمان في التلاجة شوية علشان تبرد كويس بصوا ده شكلها مسكت نفسها وفي نفس الوقت برضو طرية وحلوة بس كده ودي كانت طريقة البسبوسة النهاردة يارب تكون الطريقة معينة وحطتت وحطت